مفرح جدا جدا لما دولة من الدول العربية الشقيقة تحدث يعني يحصل لها إنجاز في أي مجال من المجالات يعني الإمارات الحبيبة ما شاء الله فيه تقدم كبير مثلا على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والمستوى الثقافي والكويت والبحرين وعمان وكل الدول مش عايزة ودول المغرد كل الدول اللافت جدا جدا التطور العظيم اللي حصل في المملكة العربية السعودية الحقيقة سمو الأمير محمد بن سلمان عمل نقلة حضرية عظيمة جدا جدا ويمكن أنا كنت قريب في السعودية ومجموعة كبيرة من زمايالنا بيروحوا فيه تقدم على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ودي الأهم المملكة العربية السعودية الحقيقة منطقة جاذبة جدا للسياحة الدينية وإحنا عارفين ده لكن الجديد إنها ابتدت تبقى منطقة جذب سياحي عظيم جدا جدا على مدار السنة كلها وفي كل الأماكن يعني ويمكن كمان بالتحديد خلال شهر رمضان فعليات عظيمة بتحصل في جدة فعليات عظيمة بتحصل في الرياض ومعايا ضيفي الكريم هتكلم معايا عن هو شايف إزاي التقدم العظيم على المستوى الثقافي والاجتماعي اللي حاصل في المملكة العربية السعودية بشرفني الأستاذ عمر حسنين مدير تحرير المصر اليوم إزاي حضرتك يا فاندون؟ أهلا بحضرتك شرفتني وأنيس تاني أهلا بيك أهلا بحضرتك أنا حيانة منباهرة جدا جدا باللي حاصل والتقدم اللي حاصل الفعليات كمان اللي حصلة في رمضان واللي ابتدت تبقى جاذبة جدا جدا للسياح من خارج المملكة مش بس من أهل المملكة اهتمامهم بكل الأنشطة والتقوص والأشكال اللي ابتدعم سمات وشخصية بلد عظيمة ومملكة عظيمة زي المملكة العربية السعودية حضرتك شايف ده إزاي؟ في الحقيقة هو طبعا شهر رمضان في كل الدول الإسلامية والدول العربية خاصة ليه خصوصيات وليه تقوص معينة الوزارة الثقافة السعودية السنة دي كان أصدرت حزمة من الفعاليات الثقافية بترتكز معظمها في جدة وفي الرياض الفعاليات دي من شأنها أنه تجذب أولا المواطن السعودي بشكل عام وتشاركه في هذه الفعاليات بصورة كاملة بالإضافة إلى المكيمين من خارج المملكة العربية السعودية سواء اللي هم موجودين كل الجنسيات اللي هي موجودة فإحنا لو بصينا الجدة هو بيتركز في الفعاليات دي في جدة القديمة الجدة القديمة فيها مساحة كبيرة يعني أنا لما زرتها ورحت زرت جدة القديمة الشوارع يعني بأسماء الصحابة والقدامة السلف الصالح السعودين هم عاملين ما يشبه خيمة رمضانية كاملة في مجسم لمدفع الإفطار في مجسم للمسحراتي اللي كان بيسحر الناس في رمضان في مرسم للوح والفنون في فعاليات دينية تحفيز القرآن كريم في أيضا اللي هو ترميم المساجد القديمة في منطقة جدة في أيضا الخيمة الرمضانية اللي هي فيها الإفطار فيها ركن القهوة السعودي فيها الأهوة العادية أو المقاهي فيها ألعاب للأطفال مشاركات الأطفال فيها بطولات رياضية زي بطولة كرة طايرة فيه عاملين دورة للكرة طايرة ده فعلا كمان اهتمام مش بس اهتمام بشكل الأشياء المفرحة المرتبطة بشهر رمضان لكن كمان دورات رياضية دورات رياضية لأنها المسألة بتصير في ثلاث مسارات هو مسار ديني وهو متطبط بالصيام ومسار تسقيفي ومعارفة تاريخي ربط اللي هو القديم بالحديث إنه الشباب السعوديين احنا شايفين حتى معينا هو في الصورة بعض الفعاليات ايه تمام اللي موجود يعني علشان يقدر يربط الماضي بالحاضر لأنه انتوش هتقدر تبني مستقبل قوي إلا إذا بنيته على من خلال دراستك للماضي والوضع الحالي بشكل ده يعني هو دمج بين الأصالة والمعصرة تمام بالشكل ده فيه كمان من أعظم الفعاليات في جدة مطار الملك في جدة في قاعة أو صالة الحجاج الغربية حيبقى فيها بنالية عن الفنون فنون التاريخ الإسلامي والفن الإسلامي العظيم ده ممكن اللي نزلين مطار جدة سواء كانوا من العرب أو غير العرب السعودين أو غير السعودين سواء كانوا ليه للسياحة زي ما حضرتك قلتي يقدروا يطلعوا تماما على تاريخ الفن الإسلامي العظيم في هذا المكان أضف إلى ذلك الحرف السعودية القديمة لها ركن في جدة القديمة علشان السعوديين يقدروا أو الأبناء المملكة نفسهم وضيوف المملكة الموجودين فيها يقدروا يعرفوا السعودي أو المواطن السعودي القديم كان بيعيشت زي فيه جزء خاص بالحارة القديمة وعمل مجسمات وشكل للحارة القديمة زي ما كانت في المملكة العربية السعودية زي ما قلت الحضرت بالضبط عشان يقدر يعني عامل كمان وسيلة من وسائل تعريف حتى النشء الجديد أو الأطفال بتاريخهم القديم وبأحيائهم الشعبية وبثقافاتهم اللي هي ممكن طبعا الأجليات الجديدة تبقى شوية الناس علمت برة آه بالضبط كده بالضبط وما عشتش ده فهو زي الحرف اليدوية زي حرف الصيد زي جميع الحرف اللي كانت في المملكة القديمة هو عامل لها مجسمات وجايب ناس بتقدر تأدي الحرف زي قدام على الواقع ده المسائل دي كلها موجودة في جدة بالإضافة إلى زي ما قلت لحضرتك الفعاليات الرياضية الأخرى الألعاب الموجودة للأطفال المطاعم أو الخيمة الرمضية نقدم فيها جميع أنواع الأطعمة من أفضل الطهاب بحيث أن حضرتك تقدر تروحي بأسرتك بعد مثلا أداء التراويح أو تقضي ليلة رمضان الأبناء والأسرة بنتعلم وبنتصقف وبيبقى فيه جزء منه جزء دين الجزء الثاني في الفعاليات موجود في جدة في الرياض في الرياض نحن تكلمنا على جدة وجدة القديمة واللي موجود في المطار الجزء الآخر موجود في الرياض ده طبعا ضمن الحزمة الثقافية اللي أطلقتها وزارة الثقافة أيضا فيها جزء فيه ترفيهي وفيه جزء رياضي وفيه جزء تسقيفي وأهم ما فيه اللي هو زي الأطفال يقدروا يشوفوا الحاضر اللي موجود والتاريخ القديم ويفكروا زي المستقبل وفيه حاجة أيضا اسمها أعداد الحكاوي الرمضانية في الخيم الرمضاني بحيث أنه يبقى فيه شخص عالم بالتاريخ السعودي أو بالوقائع التاريخية الموجودة والتي يمكن من خلالها المواطن السعودي أنه ياخد الدروس وأنه هي مصادر للفخت حكاوي بين الناس يعني على دراية بالمسألة دي يحكوا هذه الحكايات للأجيال التي لم تحترها والتي قد لا تعلم منه أيضا فيه جزء خاص بترفيه الأطفال فيه ألعاب للأطفال فيه مسابقات رياضية أيضا دوري كرة الطائرة فيه أيضا مسابقات فنية للرسم بين المشاركين في هذه الفعاليات فعاليات كتير موجودة في جدة وفي الرياض لإحياء ليالي رمضان بالشكل اللي هتناسب مع قيمة وعظمة هذا الشهر العظيم طبعا أضف إلى السياحة الدينية زي ما حدثتك أتكلمتي المدينة المنورة ومسجد الرسول والمكة المكرمة والحرم المكي وما يصحبه من فعاليات وإحنا عارفين كلنا بنحاول إن احنا نروح عمر رمضان وبنتنافس عليها لأنه تعادل حجة بتعادل حجة كاملة زي ما رسول الله كريم صلى الله عليه وسلم بنحلم الحقيقة فعلا يعني الحقيقة أنا شايفة اهتمام السعودية مش بس اهتمام بالبلد اهتمام بالمواطن وهو اهتمام أساسي والمواطن يعني الطفل اللي لسه بيتحضر عشان يكون شاب داعم لوطنه والأسرة ككل واللي حضرتك بتحكيه دا يعني أنا أنا اتشوأت يعني لو أنا عادة في السعودية هبقى نفسي أروح أقضي يوم احتفاليات أحضر كل الفعاليات اللي فيها أنا هستمتع وزوجي وأبنائي كمان الأطفال هستمتعوا جدا جدا ومش بس في جد هكو قلت كمان في الرياض في الحقيقة يعني المملكة العربية السعودية خلال اللي هو مشروع 20-30 وده مش موجود يعني احنا في مصر هنا عندنا مشروع 20-30 وفي الإمارات فيه مشروع 20-30 وفيه في السعودية فيه نهضة كبيرة في المملكة العربية السعودية ونحن نتكلم على الجزء الثقافي في الحقيقة وزارة الثقافة فيه فعاليات كتير زي ما شفنا احتفالات قبل كده في الرياض زي الندوات الثقافية زي المشروعات الثقافية اللي بتتعمل والفعاليات الثقافية والمهرجانات اللي بتقام فيه الرياض لكن ما يخص رمضان يعني هو في وجهة نظر الشخصية زي ما حضرتك قلت هو ربط الماضي بالحاضر أنا ما جيتش قلت أن أنا وصلت لهذا التطور في هذه اللحظة لازم الأبناء والأجيال سواء كان من الأطفال أو من الشباب يتعلموا ويدركوا ويدركوا كيف وصلت المملكة السعودية لهذا التطور لهذه المرحلة من التطور البناء الثقافي وحضرتك يعني فنانة ومزيعة وكاتبة لو ما كانش العقل يعني أنا ما بنتش العقل الأول وثقفته البناء المادي اللي حواليه ده مش هينفع خالص ومش هعرف أحافظ عليه أو الميراس ما ستتركه للأبناء مش هيكون عندهم القدرة على تحفظ عليه صحيح لازم أربطهم بماضيهم أو بتاريخ جددهم كمان صحيح وده بالضبط وذات الثقافة بتحاول تعمله في رمضان بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية في زي الملاهي عندنا هنا للأطفال في ألعاب الرسم وهو تطوير الفكر إنه هو في مراسم للصغار وللكبار وللأطفال عشان يقدر الطفل يطلع اللي في خياله من خلال هذه الفعاليات لأنه لما أخرج أنا في جدة زي ما حدثك بتقولي سورتي حقدر أقضي ليلة جميلة أستمتع بيها واستفيد ما هيش من المتعة فقط بالإضافة إلى وجود المطاعم في الخيمة الرمضانية بكل أشكال المطاعم دي أشياء عظيم بالنسبة لست البيت يعني بدل ما ست البيت تقعد كده في بيتها تقعد طب بخار 24 ساعة لا نخرج كل يوم ما تخرجش كل يوم وتقوله جزي هلأ خد فسحنا أنا والولاد وأعتقد مطاعم كمان فيها يعني من يوهات أو فيها مختلف الدول فيها تنوعة وفيها مختلف دول كمان مجايبين طهاء مهرة في هذه المطاعم وبتقدم أشكال الأكل أنا كمصري مثلا هتسحر ممكن الفول أساسي في السحور والزباد ممكن حد تاني بتسحر حاجة تانية في دولة تانية ده كله متواجد وموجود وتحت شراف وزارة ثقافة والحزمة الثقافية أو حزمة الفعاليات اللي عملتها وزارة ثقافة في رمضان زي ما احنا هنا بنعمل في مصر دار الأوبرا كمان بتعمل لنا فعاليات عظيمة جدا مزارة ثقافة الحقيقة يعني أنا اللي عايز أقوله أنه النهضة الثقافية اللي بتشهد المنكة العربية السعودية نحن ما كناش بنسمع عنده قبل كده بنتهى الأمان يعني كان السعودية بنسبانا أن نحن بنروح نحج وبس ونروح نزور وبس حتى ما أصبحنا نسمع عنه من الاستكشافات الأثارية في السعودية واكتشافة التاريخ الأديم والأثار أعلنت وزارة الثقافة أنها أعتقد في منطقة العلا أعتقد لا اكتشافات اكتشافات المملكة العربية السعودية ومتمثلة في وزارة الثقافة بتحيي التاريخ الأديم وتحيي الأثار اللي هي حاجة تانية بقى غير السياحة الدينية لكل العالم أو السعودية المنقولة المملكة العربية السعودية بقى سياحة دينية حج وعمرة وزيارات للحرمين والأماكن المقدسة وباقي المناطق سواء المساجد التاريخية لا ده بقى في حاجات ثقافية تانية الناس بتقصد المملكة العربية السعودية من أجل زيارتها والاستمتاع بها والحقيقة أنا يعني شايفة برضو أنه زكاء من وزارة الثقافة الحقيقة وأكيد هذا الفكر الشاب الواعي هم عارفين أن ما شاء الله أعظم المدارس الأجنبية وأعظم سبل التعليم للأطفال موجودة في السعودية نعم فهو مش حابب عايز يبقى ده بس كمان جنبيه يربط الطفل بأصله عايز الأساس يبقى ده بالزبط الأساس لا أنا قصدي أنه فكرة أنه يعرف من خلال هذه الفعاليات العظيمة في رمضان زي حاجة بتقولي أنه فيه مثلا أماكن لطرح كل الحرف اليدوية القديمة جدا في السعودية عشان الأطفال يتعرفوا عليها نموذج الحارة القديمة كمان ربطهم بدنهم من خلال تحفيز القرآن الكريم مثلا أو مسابقات القرآن الكريم اللي بتحصل واللي عليها جواز عظيمة جدا جدا فاللي هو الحياة يعني مش هتلهينا وتخلينا ننسى دنا فيه معارض كمان للخط العربي وفيه معارض للمصاحف اللي هو أكبر المصاحف أحدث المصاحف أصغر مصحف مجسمات الكلام ده يعني موجود في معرض كامل للمصاحف أشكالها وأنواعها وعليشان نقدر نطلع عليها وحتى تاريخ تطور المصاحف وكتابته موجود أيضا في هذه الفعاليات هو الأساس طبعا في التأكيد القاعدة الرئيسية المبنية عليها كل هذه الفعاليات أنها تتوافق مع دنا ومع ثقافتنا عادتنا وتقاليدنا وتقاليدنا كمجتمع عربي محافظ وكمجتمع شرقي محافظ برضو من الحاجات المهمة جدا أن الاهتمام في وزار الثقافة مش بفئة يعني مش بفئة الشباب مثلا لا هي اهتمام بالأسرة لأن الأسرة هي الكيان اللي بيتكون منه المجتمع فحضرتك شرحت أن الفعاليات بتنقسم لفعاليات للأطفال وللكبار حتى من خلال أنهم يزوروا معارض أو يزوروا متاحف حتى خاصة بالمصاحف بالقرآن الكريم وكتابتها مسابقات رياضية ده اهتمام بالشباب عظيم جدا وهم عارفين أن الشباب الولاد بالذات كمان اهتمامهم بالكرة أين؟ يعني في العالم كله صحيح خطوة أنهم عندهم دوقتي أنا مفهمش في الكرة بس عندهم ميسي كرة الخضب السعودية ولا اسمه ايه التاني ده؟ رونالدو رونالدو وهمهم بيتكلموا في ميسي كمان رونالدو أنا مفهمش في الكرة بس هو رونالدو هو في القصة استجلاب هؤلاء اللجوم المنطقة العربية السعودية ده ليه أبعاد ثقافية وليه أبعاد سياسية أيضا وليه أبعاد المشاركة اجتماعية المشاركات الاجتماعية احنا مش عندنا بس ايه الحج والعمرة بس وحنا السعودية وبتروله بس لا ده احنا نشارك العالم ونساير كافة الدول المتقدمة ده البناء الثقافي أو الفكر الثقافي اللي بيحاولوا يبنوه في المملكة العربية وبتحاول وزارة الثقافة أنها تتطوره وتنشره في المملكة العربية السعودية وحضرت زي ما قلتي قصة اللي هي قاعات الحكي أنه أنا بجيب حد زي ما بجيب شخص حكاء يحكيني عن تاريخ بلد لما يكلمني مثلا عن المناطق يعني هي بدل ما دي للطفل أو للأسرة حتى التاريخ بجرعات ثقافية مقعرة لا أنا بدأ له من خلال فن يعني بدل ما تبقى ندوة أكيد برضو أكيد مفيد طبعا الندوات مفيدة جدا لكن هو كمان بيخاطب الفئات اللي ممكن تبقى ملولة من أنها تقعد تحضر ندوة فهو جايب لها الحكاء صحيح في شكل في إطار كده خفيف خفيف يا تناسر حقدر أستوعب منه أنا كمان عرفت أن فيه مصر حرايس هناك الأطفال فيه مصر حرايس وفيه أغاني وأهزيج وفيه الأغاني التراثية هتقدم خلال الليالة الرمضانية في الرياض مصرح العرايس ده بيجذبنا حتى إحنا كقبار والله فهنا شخصيا أنا من كتر حكي حضرتك أنا حب أروح يعني شوقتين أروح يعني مصرح العرايس إحنا كنا بنتحجج وناخد أولادنا لكن إحنا كمان بنتفرق فالحقيقة هي زكاء في فكرة إزاي أعمل اكتفاء إن ما خليش المواطن بتاعي يطلع بره البلد يمكن في رمضان كان المواطن بتاعي بيطلع بره البلد يسيب البلد عشان يحضر فعليات أو يحضر أي احتفالات بره لكن لا المواطن بقى موجود بل بالعكس كمان ده أنا هجيب حد تاني ده أنا احنا تريبا كل الدول العربية بتيجي تحضر هذه الفعليات من الخليج كله الحقيقة ومن مصر وزي ما قلت حديث كمان حتى الوافدين اللي عاملين في السعودية بقى دي بالنسبة لهم رسحة أو قراءة أو رؤية أو اطلاع على تاريخ المملكة العربية السعودية أنا لما أجيب الحارة السعودية الأديم أنا أحب أعرفها يعني أنا أنا شخصيا كمواطن خارج السعودية أنا أحب أتعرف على أنا بشكر حضرتك شرفتني وأنيستني ووعيتني وفهمتني ويعني كل يعني الفرحة من القلب اللي أخواتنا في السعودية للتطور العظيم اللي وصلوا ليه في كل المجالات ويعني أنا متشكلة أنا حقاك شرفتني شكر جدا لحضرتك لما كلمناك وقلناك يعني يريدت كده تشرفنا في حضرتك ما يعني عطلت نفسك ووجيت لها متشكر جدا لحضرتك شكرا لحضرتك وحضرتك للأسف الفقرة الحلوة دي خلصت سنويني الفقرة الجاية إن شاء الله تعجبك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة